بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين وآله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ورزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو قد تم من لسان يفقه قولي آمين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فنصحح النوايا لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين ونكمل في هذا الباب العظيم الذي هو باب أشرك الساعة وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علامة من علامات قيام الساعة فقال كما رواه الترمذي وغيره بعثت أنا والساعة كهتين بعثت أنا والساعة كهتين وضم المسبحة والإسبع التي تليها إشارة أنه ما مضى من الدنيا أكثر مما مقيا فدرس الماضي ذكرنا أنه بين عيسى وبينه لكن الحديث أرد أنه بعث هو والساعة كهتين بعثت أنا والساعة كهتين واشر بإسبعيه عليه الصلاة والسلام فمعنى هذا الحديث أنه من علامات الساعة بغثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وقد بعثة عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1400 سنة وكذلك ذكرنا حديثة مسلم أنا تعامدت حتى على نيتي في هذا الدرس إن شاء الله يعني في هذا الباب الذي سندرسه إن شاء الله كل أسبوع أن أذكر لكم أحاديثة من أحاديثة الصحيحين غير ما ذكره كذلك في الكتاب حتى نسمع أحاديثة من كلام الرسول فنزداد تعلقا به عليه الصلاة والسلام وتزداد كذلك يقيننا وإيماننا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وإيماننا كذلك لتلك الساعة العظيم فذكرنا حديثا اليوم سأذكر لكم إن شاء الله بنصه هذا مسلم عقد بابا في صحيحه سموه والعلماء كتاب الفتان وأشوة الساعة يعني يعلم أن في صحيح مسلم ليس مسلم نفسه بابا الأبواب في صحيحه يعني ليس هو الذي وضع عنوينها مسلم هو رتب الأحاديث بتلطيب معين ولو نظرت في صحيح مسلم تجد أن الأحاديث أولا تعلق بالإيمان ثم تتعلق بالطهارة والصلاة على تلطيب شبيه ونظر لصحيح البخالي لكن العلماء وجدوا أن مسلم لم يدع عنوين لكل باب فهم نظروا في مواضع الأحاديث فالعلماء بعد مسلم هم بوابوا الصحيح ذلك في صحيح مسلم تجد العنوين بين معكفتين أنه ليس من أصل الكتاب العلماء بعده زادوه أما في البخالي هو البخالي نفسه بوابا باب الإيمان باب العلم باب التوحيد باب العلم وباب التوحيد هذا في أخي صلى البخالي لكن هذا باب المثال وباب الإيمان في أول البخالي فالعلماء وضعوا عنوين تشير إلى منمون تلك الأبواب فبوابوا بابا كتابا كتاب الفتان وأشرة الساعة فيجمع أحاديثة تحكي عن الفتان التي ستحصل بعد وفاة الرسول رئيسة الساعة والسلام وبعد ذلك كذلك عن بعض أشرة الساعة كذلك هناك أحاديث تصف الدجال عندما سنأتي على ذكر الدجال ووصفه عندما سنفصل في العلامات الكبرى عندنا علامات صغرى التي نحن الآن بصدادها قلنا كزوال الجبال وتقرب الأسواق والزمان وتقلب الجو كل هذا هذه العلامات هذه الأشرة هي صغرى ليست الكبرى أما الكبرى أن تبدأ بنزول المسيح وظهور الدجال وأخير العلامات الصغرى أن يكون خروج المهدي فإن شاء الله نتعرض لكل هذه المواضع ففي حينها في مواضعها إن شاء الله كذلك سأستخرج لكم أحاديث غير التي ذكرها الشيء رحمه الله حتى إن شاء الله نزداد فائداتا ومعرفتا بتلك الأشياء لأن في الأحاديث ما نمنا التفاصيل ما نستفيد كفيرانين ينتفاصيل حتى الرسول عليه السلام وصفة كيف هو الشعر والدجال مثلا كيف يكون شكله يعني أشياء كثيرة لم يذكرها الشيخ لأن هذا ليس كتابه مختصا بهذا بهذا الباب لكن حتى تروا كذلك أن الشيء رحمه الله كعالمي حديث ومحدث ذكروا الحديث توافق ما ذكروا في كتب الحديث أيضا وكل هذا كلمه مأخوز من نسوس الشلعية ف توتيئة لموضوعنا إن شاء الله سكان الحديث أن الرسول عليه السلام وزا زوجته ترويه عنه عليه السلام ويا زينب بنت جعش هي روات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شرنقا اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقدا كما قلنا عقم عشر وفي رواية أخرى لمسلم ماذا فعل الرسول عليه السلام حلق بأسبوعه الإبهام والتي تليها يعني هذا الشكل دائرة كذا دبير عمل بإسبعيه عليه الصلاة والسلام ماذا زوجته تروي هذا زينب بنت جعش هذا ذكرناه في الدرس الماضي لك لننتبه إلى تكملة الحديث الرسول عليه السلام ماذا قال قال فتح اليوم اليوم فتح يعني من ردمي يأجوج ومأجوج هذا السد الذي بناه ذو القرنين مثل هذه وماذا قالت زوجته زينب قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يعني هل يأتينا الهلاك في هذه الأمة مع أن بيننا الصالح والأولياء والصالحون يعني هل مع ذلك يشملهم العذاب في الدنيا أو الفتن فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كثر الخبر نعم إذا كثر الخبر فواذا مصداق الحديث الذي ذكرناه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أو شكاء أن يعمهم الله بعقاب أن يعمهم الله بعقاب هذا العقاب في الدنيا يشمل كذلك الأولياء والصالحين ليس بمعنى العذاب لكن بمعنى تلك الفتن والمصائد التي مثلا مثلا خصف الأرض مثلا أو ما يخصر من الفتن الحروب والفقر والمجاعة وغير ذلك كذلك هذا لا يسب فقط الطارحين يعني كذلك الصالحون يشملهم ذاك الغقاب لكن الصالح التقي يعني من هو الصالح هو التقي الذي أدى حقوق الخالق حقوق الحقي وحقوق الخلقي فيشملهم كذلك ذاك العقاب إذا كثر الحرام كثر الخبث كثر المنكرات والناس يسكتون الله تعالى يرسل عذابا عقابا في الدنيا قبل الآخرة وهذا يصيب كذلك قد يصيب الأولياء ويصيب لكن هذا ليس وبالا عليهم إنما هم يموتون للصلاح لكن ليس في اليمن في السورية تلك الحروب التي أفسدت تلك البلاد وأغلقت كثير من الخلق ليس كان بينهم علماء صالحون فمعناه نحن نعلم أن الأولياء هم الذين لا تثبت بهم الأرض يعني لولا وجود الأولياء كان الفساد انتشر في كل الأرض وكان كل الأرض خرابة لكن الله تعالى في كل زمن يجعل أوتاد أولياء كبار من الأوتاد من الأبدال تعرفنا هذا القد بلغوث هذا يكون واحد من أربعة من كبار أولياء الدنيا هؤلاء الأربعة منهم القطب أربعة يسمون الأوتاد لأنهم كالأوتاد في الأرض يثبتون الأرض من الفساد وكذا أولياء أولياء أخذنا الأولياء في كل مجينة كبيرة في المسلمين لابد أن يكون أولي وما نكز لهم وظائف الأولياء كلامنا في الأولياء لسا في الأنبياء فكلما يموت وليا يخرفه وليا دايما يبقى أولياء بعضهم مجاذيب بعضهم تجار بعضهم لهم عمائل عدة وهم أكذا يعني فيه رئيس فالذي يكون رئيسهم يسمى قدب الغوز وهذا القطب يكون خرج من بين أربعة هم كبار أولياء هذه الدنيا أربعة من بين الأربعة عندك القطب وهؤلاء الأربعة يسمون الأوتاد عندك الأبدال أيضا يعني ولي أولية يعني عندك أربعون ولي أربعون ولي أربعون من بين الأربعين أربعة ومن بين الأربع واحد رأبتم وتخطى الأربعين عندك ثلاثمية ولي وألف من الأولياء الذين هم دون في الدرجة شيخ يعني يضمن أربعون الذين هم درجة نعم يعني الله تعالى يجعل من بين الأربعين أربعة ومن بين هؤلاء الأربعة يكون القتب أكذا يعني فكلما وتقتهم يتمن الأولياء كلما يموتوا واحد يخلفوا واحد فبسببهم الله تعالى يثبت الأرض يعني هم يمنعون انتشار الفساد بعضهم يعلموا الدين مثلا بعضهم يمنع دخول العفاريت والشياطين كبال الجن إلى بعض الأماكن يحرسون بعض الأماكن في بلاد المسلمين بعضهم قد الله تعالى يرسلهم كي يقتل بعض الكفار مثلا الرؤساء والذين في الماضي حصل هذا بعض المفسدين أليس المغول عندما دخلوا إلى بعض الأداء الله تعالى ألسى لثلاثمائة ولي من الرفاعية بسببهم دخلوا المغول إلى الإسلام يعني الله تعالى يحمي تلك الأرض بهؤلاء الأولياء إما بولي واحد في ناحية وعدة أولياء لكن لولا وجودهم كان الأرض كلها خرب يعني ببركة الإسلام وبركة صلاح هؤلاء الله تعالى يمنع انتشار الظلم في الأرض لكن إذا كثر الفساد والضلال مع ذلك ينتشر الفساد أن الأولياء لا يحمون كل شيء إلا بما شئت الله فلابد أن يكون هناك تعاون حتى بين غوام المسلمين حتى تعاون البركة في الأرض وفي البلاد فالأولياء وحدهم لا يكفون حتى حتى يمنع كل هذه الأمور فالأكثر عليهم لكن يبقى علينا كذلك أشياء من الغوام فإذا كان العوام من المسلمين والحكام وكذا يتركون الأمر بالمعروف ونعني المنكر فينتشر الفساد ينتشر الخباب فقبل ذلك الله تعالى ينزل رقابا والأولياء كذلك يصيبون ذلك الرقاب يشملهم معدوا يكفيني الذب عن الدين والكفاية الفساد فقد يغركون مع هذا الغقاب إذا كثوا على الخباب فهمتم؟ يعني مدام مسلمون في الأرض يعني نحن إذا كان هناك مسلمون في الأرض لا ينتشر الكفر في كل الأرض فالرسول عليه السلام عندما أخبر أن يأجوج ومأجوج أو شكاء يخرج وسيصيب الويل للعرب يعني الشدائد والغقاب وأشياء في الدنيا قبل الآخرة فهي تعجبت قال هل نحن العرب نهرك وفينا الصالحون يعني الأولياء والأدقياء يعني أساسا لا يعني في الأصل إذا كان بيننا وناس يقيمون الشرع كما يجب الحكام على الصلاح والاستقامة ليس مكتوبا أن يحصل مثل هذه الأشياء لكن الرسول قال نعم إذا كفر الخبث أما إذا انتشر الفساد وسكت الناس ذلك خلصني تروح الأمور وقد يشمل العقاب حتى الأولياء قد يموتون من الحروب والأمراض وما ينزل الله تعالى من الغقاب قد يشمل حتى الأولياء لكن الأولياء لا يكون سببا للعذاب في الآخرة بإذن الله هم فعلوا ما عليهم لكن ما كفى لم يكفي لسيانة بلد المسلمين وكذا فيكون المعصياء على الآخرين الذين متقوا الله تعالى والذين نسوا دين الله تركوا الأمر من معروف ونعنى المنكر فمعناه لو كنت تقيا هذا لا يمنعك في الدنيا أن يصيبك شيء من هذا الغقاب إذا كثر الفساد هذا ليكون داغيا لنا أن نكثر من تعلم المدين من نشر علم الدين علم أهل السنة والجماعة وحتى ننشط أكثر في الذبي عن الدين والدفاع عن ديننا لأنه لا يكفي فقط عمل الأولياء وإذا كثر الفساد قد الغقاب يشمل كذلك هؤلاء الصالحين فتذكروا هذا القل نعم إذا كثر الخباث أن أغنقوا فينا الصالحون الرسول قال نعم إذا كثر الخباث والآن ترى يعني حتى في السورية في أيام الشيخ كم كان وجدت من الغلماء والأولياء كانوا يقتلون حزب الإخوان بدخلوا في السورية منذ ستين سنة كانوا يذامون حتى الوهابية معروف عنهم حتى محمد بن عبد الوهاب في أيامه كما حكى المؤرخون زندحلان وغيره حكوا إذا كان شغش خالف محمد بن طيميا ماذا يفعل ذاكى يلسل شخصا في الليل في السوق أو في المجد يقتله معدر صلات العشاء في السوق ليلا كما هو نفسه حاول يقتل أخاه أدخل واحد مجنون واحدا مجنونا إلى المجد حيث كان أخو سليمان ابن عبد الوهاب وضع سيفا زكى محمد وضع سيفا في يد المجنون حتى يقتل أخاه لكن أخوه كان وليا فالله تعالى حماه من شر هذا المجنون والمجنون أفلت السيف من يده وقال إنك من الآمنين يعني ما قتله يعني الله تعالى كرامة لزكى الوالي صانه من شر هذا المجنون لكن أخيان قد لا يرسل كذا حتى ممن كان صديقا للشيخ رحمه الله قتلا أدلقوا عليه الرصاص بعد صلات المغرب في المجد في السورية وكان هو وحده مع تلميزه وتلميزوا رحمه نفسه على الشيخ وقتلوا تلميزه الشيخ أذكرناه في الدرس بابا ريد أذكر لأن من الصالحين ما قتل من قتل في هذا الزمن وقبل هذا الزمن فإذا كثر الخبات كثر الحرام كثر المحرمات قد يصيب الغقاب حتى الأولياء وحتى الصالحين إذا لا أختي عندك القتب ثم الأوتاد أربعة والأبدال أربعون الأبدال يعني كلما مات واحد منه يبدل بآخر ذلك يسموه الأبدال أما الأوتال لأنهما كذا رصخون في الأرض ويثبتون الأرض مثل الجبال والجبال الأوتاد يتمنع من الزلازل وكذا كيف الزلازل تخصل هذا من علامة كذلك قيام الساعة الملائكة يمسكون بالجبل يحركون الجبل والجبل تكون كذا راسيا في الأرض فإذا ما يحركون الجبل الملائكة تضطرب الأرض فتخصلوا زلزل يعني يكون من الجبل ليس كما هم يقولون زمنين كذا في طبق من الأرض طبقات وإذا ما يلتقيان يحصل زلزل وكذا الملائكة هم يزلزلون الأرض يمسكون بالجبل ويحركون الجبل فتخصل زلزلين وذا كذلك من علامات الساعة كما ذكرناها وكما سنريد اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فحتى لا تتزلزل كل الأرض الله تعالى أمسك الأرض وثبتها بالجبل كالأوتاد فكذلك الأولياء في الأرض كبارهم كالأوتاد في الأرض بسببهم يعني يبقى شيء يعني شيء يمنع الفساد في كل الأرض يعني لكن في هذه الأيام ترى حتى ما وجود الأولياء يعني انتشر الفساد فكما قال الرسول عليه السلام أوشك أي عمهم الله بغقاب كان الآن يعني قد عمي قد عمت البلوى في كل بلد المسلمين اليوم الجهل أزام من البلوى وكذلك الخروب والفقر وهذا الهوان الذي يسيب المسلمين الآن الانحطاط أزام من قلة التعلم وقلة العمل بعلم الدين وذكرنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البخاري عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيد ومن ظهور المال في الدنيا ذكرنا أيضا أنه هذا ليسا ما أتكف في الكتاب لك من علامات الساعة مما جاء أكثر من رواية في سبيل المسلم ظهور جبل من ذهب ينكشف من الفرات الفرات يجيف فيظهر جبل من ذهب وزارواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه يعني الناس يتقاتلون يتنافسون في الأغذي من هذا الجبل الكل يريد الذهب من الجبل وهذا نحن على صداده الآن بدأ الفرات يجيف ويظهر آثار نعم الآن بخل أن على الناس كذا يظهر كذا ذهب بدأ يظهر الذهب ليس جبل من الذهب لكن شيء من الذهب وآثار لبعض الحسون وبيوت قديمة ما كانوا يعرفون من قبل فأوشك هذا الأمر لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتلوا من كل مئة تسعة وتسعون سبحانه كل مئة يعني واحد يعيش الباقي يموت كثت القتل يقتلون يقتتلون على هذا الجبل يتنافسون في أغذي الذهب فأكثرهم يموت لا يبقى إلا القلة بينهم الذين هم يروعون ماذا حصل به مني أكثرهم يموت لذلك الرسول عليه السلام كما سنرى حذرنا أن نأخذ من هذا الجبل قال فلا تأخذ منه شيئا الناس بالمئات سيتنافسون كل من يسمع بهذا الخبر يذهب إلى هناك ويحاول أن يأخذ الذهب وهناك أكثر من رواية أربع رواية وأكثر بعضهم يأذب إلى هناك يقول أنا أخذ من الذهب لأنه إذا لا أخذ منه قد غيري أخذ كل الذهب فالكل كذلك تنفس وهذا جبل من الذهب ليس فقط شيء قليل الكل يريد فالكل يتمنى أن يحصل كل الذهب لنفسه فماذا قال الرسول عليه السلام قال من كل مئة تسعة وتسعون يموت وواحد فقط يبقى لكل مئين واحد على المئين 1% ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجه كل واحد يتمنى يكون والذي يحصل ذاك الذهب وفي رواية الرسول ماذا قال يشك الفرات أيحصر عن جبل يعني يكشف عن جبل من ذهب يشك الفرات أيحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا فمن حضر هذا الجبل من ذهب فلا يأخذ منه شيئا هذا كذلك من علامات الساعة والآن كأنه اقترب هذا الأمر سبحان الله فقوله عليه السلام لا تقوم الساعة أي القيامة والقيامة مدتها خمسون ألف سنة وابتداؤها بدفخ الملك إسرافيل في السور الرسول عندما رأى إسرافيل على قول هو أفضل الملائكة بعد جبريل عليه السلام وجبريل ماذا أخبر إسرافيل جسمه ضخم جدا 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 كم له من الجناح جبريل عليه السلام ستمائة وإنما نشر فقط جناحين من جناحه سدى بهم الأفق كما نعلم سدى بهم الأفق ما بين المشريق والمغرب طيب ماذا قال لمحمد عليه السلام قال ولي ستة جناح ستة جناح مثل هاتين وإسرافيل عليه السلام أنني حجم جبريل عليه السلام يعني جناح واحد لإسرافيل يسوي حجم جبريل السلام وقال وإسرافيل نفسه لو ستة جناح يعني نعم أكبر من جبريل بستة بستمئة دويرفن سبحان الله يعني جناح واحد يسوي حجم جبريل وإسرافيل نفسه لو ستة مئة جناح عليهما السلام على قول الملك التي يالي جبريل في الفضل هو ميكائيل عليه السلام وعلى قول وإسرافيل إسرافيل من أدخم الملك حجما عليهما السلام الملائكة كلهم أولياء الرسول من ما رأاه يعني وصفه أنه قرب أن ينفخ في البوق يعني رأى فامه قريبا من السور من البوق يعني كاد ينفخ فيه يعني هذا مع الاقتراب الساعة يعني يعني وكأنه سينفخ في السور يعني معناه قريبا من قيام الساعة إسرافيل عليه السلام نفخه في البوق في السور هذا أول قيام الساعة وقوله عليه السلام حتى يقبض العلم يعني لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم أن يموت العلماء ويكفر الجهل كما رأى البخالي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بعيل علم فضلوا وأضلوا هذا الحديث معروف من صلى الله البخالي قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله تعالى لا يرفع من صدور العباد العلم ويبقي العلماء إنما يقبض العلم بقبض العلماء يميت العلماء فيذاب معهم العلم لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يعني إذا ما في عالم سيبقى هناك علماء إلى أخير وجود المسلمين يعني عندما يموت كل المسلمين بنحو مئة سنة قبل قيام الساعة يموت كل الغلماء أما قبل ذلك فلابد أن يبقى في كل عصر غلماء من غلماء المسلمين وكما قال علي بن أبي طالب كما يروي عنه تلميذ كميل بن زياد لا تخر الأرض من قائم لله بحججه يعني الأرض لا تخر ممن يقوم لله تعالى بحجة الله بالحجج وبالعلم والعمل يعني العلماء فسروا هذا الحديث أن الأرض لا تخر من المجتهد المجتهد أول الاجتهاد ليس كما يتصور بعض الجهال أن المجتهدون انقرضوا بعد عصر السلف بل لابد أن يكون في كل زمان مشتهدون لكن ليس من شرط المجتهد أن ينادي في الناس إنه مشتهد اتبعوني الآن إذا طرع مشتهد لا يلزمه أو يخبر الناس أنه مشتهد لأن الآن تجد المسلمين أكثرهم إما على مذاب أبي حنيفة أو أحمد بن حنبل أو أمام الشافعي أو أبي حنيفة النعمان ابن ثابت روضي الله عنهم فقد المجتهد لا يرى الحاجة لا يرى داعيا كي يخبر الناس بأنه مشتهد يترك الناس يتبعون المذاب الأربعة أليس عمر بن عبد العزيز الذي كان كان خليفة وكان مشتهدا وكان مجدد عصره مجدد القان الأول قبل الشافعي وقبل أبي حنيفة كان عبد العزيز كان مشتهدا قبل أن يكون أبو حنيفة من العلماء كان قبل الأيم الأربعة وفي زمانه كان تجد عدة مشتهدين في البلاد وكان يقوم كل المسلمين ككل الخلفاء عمر بن عبد العزيز فبعض الناس ذهبوا إليه قال لو جمعت الناس كلهم على مذهبك حتى لا يكون خلاف بين المسلمين أنت مشتهد وأنت خالفة المسلمين فلو تجمع كل الناس على مذهبك حتى يسول الأمر على زعمهم فماذا قال عمر بن عبد العزيز قال إني لا أرى ذلك أن أترك الناس على ما هم عليه يعني الذين من ناحية خرصان يتبعون مشتهدهم والذين من المغرب ومن بلد كذا وكذا كل واحد يبقى هؤلاء الناس يتبعون مذهبهم على المجتهد الذي في ناحيتهم وذكنا قبل المذهب الأربعة وما رأى أن يجمع كل الناس على مذهب الواحد لأنه اختلاف الإما رحمة تعرفون هذا لا يقال اختلاف الأمة رحمة لا يقال الاختلاف الأمة ليست رحمين الرسول السلام قال سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة كما في مسلم أيضا صحيح مسلم وذك كذلك فيما يتعلق بالفتن وأزي الأمور قال وسألت الله أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها يعني لابد أن يخصر الاختلافات بين المسلمين وقتال وتقتل وكذا فالله تعالى منع هذا ما استجاب لرسول الله صلى الله وعلى سلم أن لا يكون بأس المسلمين يعني الحروب وكذا فيما بينهم الله تعالى شاء خلف ذلك فلابد أن يحصل حروب واختلاف بين المسلمين وزا من الفتن وزا من المصائب التي تصيبنا أصابتنا قبل ومازالت تصيبنا إلى اليوم فهذا الاختلاف ليس رحمة من الله تعالى هو ابتلاع لكن اختلاف إما أي اختلاف المجتهدين رحمة لا نقاد في بلد كذا يكون أنصب لهم أن يتبعوا المذاب المالكي لقلة الماء مثلا وفي قرية كذا قد يكون الألفق لهم أيتبعوا المذاب الحنفي لسبب الماء فعمم العزيز ترك الناس على ما هم عليه حتى يسهل عليهم أمر دينهم الله تعالى شاء الخلاف بين المجتهدين فهذا المجتهدون لا يقتص وجودهم بفقط زمن السلف بل لابد إلى آخر الدنيا أن يبقى مشتهدون لكنهم قلة اليوم ليس بالعداد الذي كانوا عليه في أيام السلف أو أيام الصحابة أيام الصحابة على مئة ألف صحابي بعض العلماء قالوا أن المجتهدون كانوا نحو مئتين مجتهد في أيام الصحابة يعني مئتين مذهب وبعد ذلك كذلك عشرات من المجتهدين لكن ما زلنا نتقدم ويقيل عدد المجتهدين لكن حتى اليوم لابد أن يكون مجتهد والمهدي سيكون كذلك من المجتهدين سيكون خليفة للمسلمين وسيكون كذلك المجدد وسيكون مجتهدا بل حتى في بعض الأمور سينوم عن عيسى عليه السلام عندما أولا يخرج المهدي ثم ينزل عيسى عليه السلام فيحكمان الأرض وهنا يعود مجد الإسلام ويكون المجد يعود إلى أغلى طبقة يعني العيس يكون فيه القمين حضرة الإسلام فيعوم البركات في كل الأرض لا يبقى كافر على وجه الأرض فحتى مع وجود يعيسى عليه السلام المهدي سيتولى أمورا وفي بعض الأشياء سينوب عن عيسى عليه السلام والمهدي يكون من أغل الاجتهاد يكون مجددا لوقته ومن أغل الاجتهاد فلابدا يبقى مجتهدون إلى آخر الدنيا لكن قددهم يقيل يقيل فندما قال حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا نحن ما وصلنا إلى تلك الحالة لكن قربنا سوى هذه الأيام لا تسمع من العلماء كثيرا يعني وبدأ الناس يتأخذون رؤوسا جهالا وعندك كذلك رؤوس من العلماء يتبعهم بعض المسلمين لكن ليسا لكن نقل فأفتوا بعيل علم فضلوا وأضلوا يعني هؤلاء الجهال الذين يتظاهرون بالعلم والإرشاد يضلون الناس بفتوههم بعيل علم فيضلون أنفسهم يضلون وكذلك يضلون غيرهم يعني الشرهم يتعدى إلى غيرهم يعني هم يهلكون بفتوهم بعيل علم وكذلك يهركون غيرهم فهذه مصيبة يعني مصيبة عليهم وعلى المسلمين الذين يتبعون وفي هذا الحديث ذليل على أن الشخص إذا سأل من هو ليس أهلا للفتوى فأفتاه بعيل علم فعامل بفتواه أن الضرر يحصل للمفتي والمستفتي الضرر لا يقف يكون فقط مختصاً بالذي أفتع بل كذلك الذي استفتاه كذلك عليه معصية وما أكثرهم اليوم يجب على الشخص أن يرعي من يسأله من يستفتيه لبدا يكون من أهل العدل والثقة قال النووي رحمه الله لا يجوز لك أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين ونصيحة أعيدها لكم وتعليفونها من كلام الشيخنا رحمه الله قال إذا رأيت العالم متعلق القلب بالمال متعلق القلب بالمال فلا تأمنه على دينك الذي متعلق القلب بالمال أو بالأشاء التي لا تعليق بأهل العلم الذي قد يخونك لأجله أذا لا تأمنه على دينك ليس كل من تعلم هو أهل لأن تسأله في أمور الدين ولو كان من العلماء معاوية كان مشتهداً معاوية كان مشتهداً ومع ذلك كان من أهل الكبائر والعلماء يذكرونه مثالاً في المثال للمجتهد الذي كما نعلم المجتهد لا يجوز له أن يعمل بغير مذهبه أنه ليس مقلداً لكن إذا كان المجتهد فاسقاً يعمل بمذهبه لكن لا يعلم مذهبه الناس لا يجوز لهم أن يأخذوا بمذهبه أنه ليس أهلاً لكنه كمجتهد لابد يعمل بمذهبه وفي الأصل العدل العدالة هو من شروط المجتهد يجب أن يكون ثقة لكن بعد ذلك المجتهد يفسد حاله فكيف إذا لم يكن مجتهد ذلك الشخص لابد أن يراعي من يسأله في أمور الدين ليس لنه تعلم السفر وكان من بلد كذا من بلد كذا يكون أهلاً لأن يأخذ منه العلم يقول لا يكون أهلاً فلا يجوز هذا حكم شلعي لا يجوز أن تستفتي من ليس أهلاً للفتوى من يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو لا يؤتمان على أمور الدين وقوله عليه السلام وتكثر الزلازل الزلازل كما تعلمون هو جمع زلزال وهي حركة الأرض واضطرابها حتى ربما يسقط البناء القائم عليها الكل يعني في صورة الزلزال بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني مرة كما رواه النسائي وغيره والحاكم وأحمد رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئني سورة جامعة الرسول عليه السلام قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ من سورة الزلزال يعني هذه السورة تجمع معانيا عظيمة فقال الرجل عليه السلام الرجل ماذا قال له عليه السلام والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الروايجل أفلح الروايجل الروايجل لني تصغيره رجل لني فماذا تقبلنا هذه السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها هنا العلماء ذهبوا إلى تفسيرين بعضهم قال أن تلك الزلزالة تكون يوم القيامة عندما تطلب الأرض وتتحرك بحيث تسقط الجبال وتخرب البنيان حتى ولا تزالك تتحرك حتى لا يبقى عليها شيء هذا التفسير الأول الذي ذكره بعض العلماء وبعض العلماء فسروها بالزلازل التي تخصله علامة لقيام الساعة هذا قول ثاني في الآية أنه يشير إلى علامات يوم القيامة الاكثار من الزلازل تفسيران وأخرجت الأرض أثقالها يعني الأرض تخرج الذهب والفضة كما حكينا في أول الدرس كذلك الأموات إذا ذهبت إلى التفسير أن هذا يوم القيامة يعني تخصر هذه الأشياء يوم القيامة وقال الإنسان ما لها هنا وقال الإنسان ما لها كذلك قولا بعض العلماء قال الإنسان أزاء للجنس سواء كان كافرا أو مؤمنا وإذا التفسير لابد يكون على مذهب من قال بأنه المراد هو الزلازل التي هي علامة قيام الساعة يعني المسلمون والكافرون يقولون يعني ماذا يخصر للأرض أما إذا خملت الآية والسرعة أن الكلام المعني منه هو يوم القيامة فهنا فقط الكفار يسألون المسلمون يعرفون ماذا يخصر يوم القيامة إنما الذين يستغربون يتعجبونهم الكفار الذين لا يدرون ماذا يخصر بالأرض يوم القيامة والأرض تشحد يومئذ تحدث أخبارها كما قال الرسول الله السلام وما أخبارها قالوا ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم فقال أخبارها أن تشحد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا الأرض تشحد على من عمل عليها الحرام والفساد وكذلك تشحد لمن أطاع الله تعالى عليها تعرفون من السنان إذا صليت في المسجد وغيره تعدد أماكن الصلاة حتى تلك البقع من الأرض تشحد لك يوم القيامة الشيخ كان رحمه الله أول ما ينزل بلد لم يزره قبل يصلي في هذا المكان حتى يكون هذا الجزء من الأرض يشهد له يوم القيامة وإذا صليت في المسجد الفريضة فالسنة أن تنتقل إلى مكان آخر من المسجد لتصلي النوافل حتى تعدد أماكن الصلاة حتى الأرض تشهد لك يوم القيامة كم أنها تشهد كذلك على الكفار والعصاد بما فعلوا من الفساد على الأرض فهذا بعض الغلماء في صورة الآية والصورة بتلك الزلازل وقوله عليه السلام يتقارب الزمان أي فيكون الزمن الطويل كالزمن القصير وهذا كلام مجمل بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر كأننا عملنا الدرس أمس أول درس في القيام الساعة قال فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة يعني كالأسبوع والجمعة أو الجمعة كاليوم يقال جمعة والجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة من النار أي كالزمان يقاد الظلمة من النار أكذا سيئة يتقارب الزمان حتى في الأخير كيف تحس بالوقت تحس أن السنة تمر كالشهر والشهر يمر كالأسبوع والأسبوع يمر كالساعة والساعة تمر كالدقيقة وقوله عليه السلام وتظهر الفتن أي تكثر وتشتهر وأما ما جاء في هذا الحديث وهو القتل هذا من كلام الراوي في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج وقوله عليه السلام حتى يكثر فيكم المال فيفيد وذلك لأنه إذا كثر القتل قلت الرجال وقلت الرغبات في الأموال وقصرت الآمال وقد حصل مقدمات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كثرة الجهل وقلة العلماء إلى حد بعيد وكذلك تقارب الأسواق كما لا يعفى عليكم الآن ظهر وفي الماضي الإنسان قال الشيخ إذا أراد أن يبيع ويشتري يقطع مسافة واسعة هذا في الماضي حتى ما كان السوق قائما كان هناك ساحة يجتمع مثلا يوم الجمهور ويوم الأحاد السوق ثم أسبوعي هذا بقي في بعض البلاد فرنسا قليل الآن صار ثم أفنى الأسبوع ما بقي شيء من السوق أما الآن المحلات التي نراها لو كانت مسكرة الشيخ قال تقرأ فيها دعاء السوق إذا مرلت بشريع أنا ممنوع من محلات شانجاليزي وكذا لو كان يمن أحد كل المحلات مسكرة تقرأ دعاء السوق يعني تبقى البضائع والورود التجارة تبقى موجودة في تلك البيوت والأماكن أما السوق السوق الأحد السوق الذي نحكي الأسبوعي الذي لا يبقى في البضائع هذا لا تقرأ في دعاء السوق إذا لم يقيم السوق ففي الماضي كان الناس يخرجون إلى مكان بعيد حتى يشتروا في السوق أما الآن خالص تقربت الأسواق في بيتك تنزل من بيتك يكون كل الشريع أسواق هذا كذلك من علامات الساعين أما في الماضي الإنسان إذا راد يبيع ويشتري يقطع مسافة واسعة أما اليوم تقربت وكذلك ما نختم بهذا إن شاء الله تعالى وتداري الأمم على أمة محمد كتداريكم كتداريكم وتداريهم على قصحة قصحة الطعام القصحة يعني هذا الوعاء الكبير كان يدعون فيه الطعام يحيطون بهم من كل صوب وهذا كله حصل أيضا ومصداق ذلك في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثوبان كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم أي الكفار تداعيكم على قصحة الطعام تسيبون منه كيف الكسكس مثلا الكفار يحيطون بالأمة الإسلامية ماذا أجاب ثوبان قال أَوَى مِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ سباب هذا الإحاطة الكفار بالمسلمين هل يكون بسبب قلة بين المسلمين قال لا بل أنتم يومئذ كثير وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يعني ما يمشي مع الماء عندما يجري السيل يجري معه أشياء أكذا متفرقات يكون جمعنا مثل هذا يعني نحن كسر لكن لا نجتمع لا نتحده كَغُثَاءِ السَّيْلِ يَدْخُلُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهَنِ أكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْوَهَنِ قال الرَّاوِي الذي يقول قال ثوبان رضي الله عنه وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوتِ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوتِ لذي نحن فيه الآن لكن ما معنى ذا الحديث أَي تَكْنَزُونَ تَلْكَنُونَ إِلَى الدُّنْيَا وَتَكْرَاهُونَ الْجِهَادِ هذا سبب انحطاتكم الذي يوصلكم إلى حد أن الكفار يحطون بكم هذا ليس فقط للجوم هذا حتى في الماضي الآن الجهاد بالبيان لكن في الماضي أيام الإسبان أيام الأندروسيين تقارس عن أشياء فدخل تلك البلاد الكفار استولوا على تلك البلاد لكن الرسول أعبر بذلك أي وتكرهون الجهاد هذا سبب انحطاتكم الذي يوصلكم إلى حد أن الكفار يحيطون بكم كما يحيط أكلة الطعام بالقصعة التي فيها الطعام هذا يمد يده من هنا وذاك يمد يده من جهته وذاك وذاك كل يمد يده إلى قصعة الطعام من جهته معناه أن الكفار يحيطون بكم كي حاطة أكلة الطعام بالقصعة وهذا حصل ووقع اليوم الكفار أحاط بنا أي جهة من جهات البلاد الإسلامية ليس للكفار يد تمتد إليها والرسول بيّن سببه قال حب الدنيا وكراهية الموت يعني تكرهون الجهاد تتقاعسون عن الجهاد تنشاغلون بالمال ثم حب الدنيا فرق بين المسلمين في الأندلس بعد أن حكموا سبعمائة سنة أخيرا دخل فيهم حب الدنيا فصار بعضهم مع الكفار صاروا في القتين تعرفون ماذا حصل في إسبانيا صار بعض المسلمين يستعانوا بالكفار لأجل خلاف يفترقوا في القتين المسلمون في إسبانيا يعني اختلاف كما يقول اليوم يعني بعضهم اجتهزبون لوحينا الحكام بعضهم كذا يجتمعون حول واحد آخر فحتى الفريق يعني يغلب الآخر ماذا فعل بعضهم يستعانوا بالكفار فالكفار كذا دخلوا إلى إسبانيا ساعدوا المسلمين حتى يخربوا الفريق الآخر ثم بقي الكفار وقلبوا على المسلمين كما حصل كذلك في لبنان لبنان وفي بلاد الشام حتى يخرجوا الأتراك كما فعل الثارب بين العرب يعني يقولون الربيع للعرابينا ماذا فعلوا استعانوا بالكفار حتى يخرجوا العثمانيين من بلاد العرب عندما خرجوا عثمانيين بقي الكفار في بلادهم وهكذا حكموا في لبنان 200 سنة استعانوا بالإفرنج أدخلوا الفرنسيين والإفرنج في بلاد الشام حتى يخرجوا الأتراك عندما أخرجوا الأتراك بقي الإفرنج في تلك البلاد وماذا يكا حكموها هذه مصيبة سبحان الله وهذا لا يستبعد أن يعن مثل هذا اليوم خاصة في الماضي صارت نفسون في البنية تنفسون في الأموال وحب الدنيا وكذا حتى استعانوا بالكفار والكفار خانوهم وبذلك فقدنا إسبانيا باكد إسبانيا مسلمة سبعة قرون وليجل حب الدنيا وضغف المسلمين وتلك الخلافات والنزار الذي حصل بين المسلمين هم كلهم مسلمون لم يتحدوا حتى بعدهم أدخلوا الكفار في هذا الموضوع فبعد ذلك فقدوا كل إسبانيا فقدناها سبحان الله بكت الأثار بعضها والآن المساجد فارغة وتزار الأثار ترس وقلبوا تعليفون المساجد كنائي صلى الله عليه وسلم في قرضبا وكذا مقبلة الإسلامية التاريخية من أندرس في بكاء ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ سبحان الله إذلك ماذا قال العلماء إذا في الماضي كانوا يتناصحون بالتقوى إذا رأوا أن الدعوة تدعف كانوا يتذاكرون بعضهم بعضا بالتقوى لأن إذا دخلنا في قلوبنا حب الدنيا وحب المال وحب الجاء وكذا خلاص ستضيع الدعوة والكفار يعرفون هذا وقد بعضنا عوز بالله يشتركوا مع كافرين حتى يغلب أخاه على الباطل ثم ذاك الكافر يغلبوا مع ذلك وهم يستولون يستولون على المسلمين يعني حب الدنيا فرق بين المسلمين في الأندلوس بعد أن حكموا 700 سنة يعني أكثر من كيف أمريكا اليوم أمريكا تحكمهم الأوروبيون منذ 500 سنة بعد أولى الهنود وكذا الحمر فقط منذ 500 سنة أولى الأشخاص يحكمونه أما إسبانيا كانت دولة إسلامية أكثر من أمريكا هي دولة قبل الأوروبيين سبحان الله حتى تتصور كم بقيت إسبانيا على الإسلام الآن كأنه ما حصل لا تسمع به حتى يخفون المساجد لا تسمع بالأخبار كذا في فرنسا مثلا الشخص لا يزور الأندلوس لا يعرف بوجود تلك الأثار للمسلمين أخيرا دخل فيهم حب الدنيا فصار بعضهم مع الكفار صاروا في القتين فقوي عليهم الكفار فأخرجوهم أخرجوهم من أسبانيا صاروا يغربون إلى المغرب المغرب ساعد في إصحاف المسلمين تعرفون ماذا فعلوا عمائل النصار يغطيف أنا زلت زلت متحف في شمال إسبانيا في الكستية إليون عملوا متحف يعرضون عليك الآلات التي كانوا استعملونها لتغذيب المسلمين عملوا متحف في هذا يقولون المزيو في إسبانيا أنا زلت في شباب أعنذ بالله الأشياء كيف كانوا يقطعون الجلد و يقطعون الأشياء كذب المنشار نسفين أشياء أنا أرجع أنهم لا يفتخرون بهذا السوار والآلات كل شيء موجود سبحان الله و حتى كذبت نيسان بعضهم يقول أن ترغبت من هذا ذلك الوقت قالوا للمسلمين كانوا فاروا إلى الجبال قالوا لهم نحن لن نقاتلكم تخرجوا من الجبال تجتمعون على الشاطئ البحر وأناس من المغرب سيأخذونكم من المغرب فالمسلمين صدقوا الكفار نزلوا إلى الشاطئ فقتلهم الكفار وروموا جثاثهم في البحر ثم صروا يستضونهم كالسمك وزحصل في أول نيسان فإلى اليوم الكفار يفتخرون بكذبة أول نيسان يعني في ذلك اليوم المسلمين يفتخرون بعد أحيان هم المسلمون يلايك يارفون التاريخ الكفار يعني كل سنة يفرون هذا إهانة من المسلمين في ذلك اليوم خانوا المسلمين ومكروا بهم مكروا العظيم قطلوا عشرات من المسلمين ومئات من المسلمين أوهمهم أنهم سيقاضون من قبل المغرب وفي الحقيقة ما كان في حدا قتلوهم هذا في أول نيسان أول نيسان في التاريخ أني وشير نبيل ذكره هذا كثير من الأشياء من عدد الكفار تأتي من بعض الأشياء حتى هذا الحلوى التي يقولون في فرنسا الكروسان الهلال هذا في الأسل يشارع إلى الهلال الوثمانيين يقولون لا شفاق للهلال هكذا يقولون لا يشارع إلى لا يشارع إلى التاريخ هم يعنون بالأهل المسلمين هذا في الهلال كانوا يصنعون الحلوى كذا مستقيما فإشارة أن المسلمين دخلوا إلى المخابيز ودخلوا في بلادهم عملوا الحلوى بشكل هلال حتى الحكام يعلمون بطليقة غير مباشرة أن المسلمين دخلوا فبع ذلك أبقى هذا شكل هلال إشارة إلى المسلمين يأكلونه حتى الزعيم يقولون نحن نأكل المسلمين ونغلبهم منه خذوا صبحان الله ها إلى الآن يخفضون على الهلال يخفضون على البساطة الغير يا رطيف هؤلاء الإسبان كان حكامهم المسلمون سبعمائة سنة الصحابة لو كانوا مثلنا يكرهون الموت كان الإسلام ضمن الجزيرة العربية فقط كان وصل إلى المغرب لا ما كان وصل إلى المغرب وغيرها لكن كانوا يحبون الموت في سبيل الله هذا نفع للدنيا والآخرة أكيد لسى الكلام الآن سنفجر البيوت الآن الجهاد بالبيان ليس بالسنة لكن لازم نحكي في أيام الخلفاء أيام الحكام كان الرؤساء والخلفاء يهتمون بالعلم والجهاد هذا صلاح الدين الأيوبي كان يحفظ القرآن والتنبيه وهذا كتاب كما تعلمون كبير في فقه الشافعي الآن العلماء لا يحفظونه وكان يحفظ كتاب الحماسة هذا كذلك كتاب في علم الدين وكان يخضر مجالس علم الدين وتعرفون هذا صلاح الدين الأيوبي أخته ربيعة خاتون هي تزوجت من الملك المظفر ملك إربيل ملك إربيل المظفر وما واسعنا الوقت كان نحكي عن هذه الأمور في الأيام الماضية لكن هو ملك المظفر كان زوجه صلاح الدين الأيوبي من أخته اسمها خبيعة ربيعة خاتون وكان هو يساعد في القتال صلاح الدين الأيوبي الملك المظفر كان شجاعا كان تقيا كان من من معلماء الفضولة ومن الحكام اللي جعل من المولد ولن يكون شيعيا كما يفترع الوهبية أنه في واحد تاني في مصر هو كذلك يسمى المظفر مظفر الدين هذا لقب أما ذاك إبن علي نسيت اسمه أذي يسمى كذلك المظفر وكلاهما يعني في تقليل نفس الوقت لكن في أحدهم كان في مصر أما هذا المظفر الذي نحكي عنه الآن كان في الغراق هو الذي أبوه أسس ومصر مدينة البيل في الغراق في كردستان وهو كان ولده ولد الذي أسس تلك المدينة والآن عاصم قلدستان في الغراق عاصم كبير البيل فنحن كلامنا الذي أسس المولد عمله أول مرة هو كان الذي في الغراق ليس الذي في مصر الوهابية يكذبون عليه قال هذا كان شيعيا لا مكان الشيعي لعلهم يقصدون الذي كان من الفاطميين في مصر ليس الذي كان في الغراق الفاطميين الشيعين العلمي ما معرفني لكنهم يظعون이나 هذا كان من الشيعة ومن الفاطميين لكن معرف نمو كان في العصر الأيوب كان مع صلاح الدين الأيوب والصلاح الدين الأيوب الذي الآن كلامنا فيه كان سنيا والذي حرر القدس هذا زوج أخته منه هو يزوج أخته لوحي ليسا على السنة والجماعة لا المظفر كان ملك الإربيل وكان سنيا لكن الشيعيا لكن الوهابية لأن تكذبوا عليه حتى تشوي سمعته ولعل هما كذا يمويهن الناس أنه كان ذاكا الذي كان في مصر لهو كان في الغراقين الحاصل أن الصلاح الدين الأيوبي كان يحفظ القرآن والتنبيه وكتاب الحماسة وكان يخضر مجالس علم الدين وكان رئيس الدولة أما اليوم في الرؤساء الإسلاميين لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ممكن رئيس تركيا يحفظ القرآن أنا رأيته يقرى القرآن لا لا يحفظ لكذا في أيام شيخنا منذ أكثر من 6 سنين لكن الله لا يترك المسلمين على هذه الحال ماذا قال لكن الله لا يترك المسلمين على هذه الحال لا بد أن يغير الله الحال ويسير المجد الشامل الكامل للمسلمين بيدي من؟ بيدي المهدي وإيسا عليه السلام يبدأ الأمر بالمهدي ثم ينزل عيسا عليه السلام فَيُكْمِلُوا مَجْدَ الْإِسْلَامِ إلى أعلى طبقة إلى أعلى طبقة يعني كما قلنا سيعد عز المسلمين في تلك الأيام إن شاء الله والنور القادم إن شاء الله نبقى نفصل في علامات الساعة السغرة والكبرة وإن شاء الله نكمل في كذلك بيان بعض الأحاديث وآخر دعوانا أن الحمد بالله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لنوك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مبلين اللهم أحينا على السنة ومثنا عليها واخشرنا عليها واجعلنا من خراسها وآتي كلا منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمكمنين والمكمناك بارك الله فيكم وأخصان الله شكرا إليكم لا تخرو الأرض من قائم لله بحججه 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 لا تخرو الأرض من قائم لله بحججه يعني لا تخرو من العلماء المجتهدين كما نزيه تعليف القرسان دماما أمسكا بياده وقال الرجال ثلاثة علمون رباني في نفس السياق قال هذا الكلام موسيقى